مرحمة الله وبركاته كما راكم تشوفوا معايا طبق مقارونة بالكريمة كريمة القجدة والاكرام فراش وشوية دجاج وفرماج فقط يعني اسهل طريقة لعمل طبق المقارونة نبدأو على بركة الله راكم تشوفوا هنا هنا المقارونة غليتها مليح في الماء وحطيتها صفيتها وحطيتها عندي الزبدة مع الزيت يعني مغرف الزيت مغرف الزبدة عندي شوية فرماج وعندي كريمة فراش كريمة فراش وعندي شوية تصدر دجاج يعني الطريقة التاعي سهلة بسيطة جدا وقلت خلينا تقسموا الشاء الصيفي والاغذاء الصيفي الولاد يعني بسيط ولذيذ ومبطن الزيت الزبدة كما راكم تشوفوا يعني الزيت الزبدة وحطيتها كي نشوفوا هاذ الزبدة والزيت نضيفون لهم هذا كصدر دجاج اللي قصيناه مربعات صغيرة طرف صغير وليحبي يقصف طول المهم القطع تكون صغيرة بشفي ساعة طيب النار ونملح ونضي له شوية فلفل حلو ملح يعني يا انا الهنا للاكلة سوف نستعمل فيها ليزي بيس والفلفل حلو الملح فقط نقلي وهذا كصدر تعدجاج مليح يعني حتى يعطينا هذك اللون الابيض الجميل يعني طيب مليح مليح من الداخل ومن البرة النار دي ما تكون متوسطة كما قلت لكم انا الهنا المقارون خليتها تقريب تسع دقائق الى عشرة دقائق وهي تغليف الماء يعني طابة مليح موشتها خمس دقائق هذك نص طيب المهم نخلط مليح هذا كما راكم تشوفوا صدر تعدجاج هذا المرسو هذا الصغير ومن بعد وش راح نضيل له ذركة نجيب هذك الكريم فراش نضيفها ونضيفها ونضيفها ونخلطها يعني ونخليها ش تطول فوق الناء نذوب ونخلطهم مليح مع بعضهم كي نشوف هذ الخالط انتعي نسجم مليح وتحلت هذك الكريم فراش ارجعت سائلة بزاف يعني حتى تعطينا هكه كيشغل صلصة بيضاء اراكم تشوفوا فيها نهز هذك المقارون انتعي واللوحة يعني طبق بسيط جدا انا اللهنة خدمت يعني العشاء اه درت كمية يعني صغيرة انا درت باكي تاع مقارون ولكن لح نخلط اللهنة ما رحش اللوح الباكي كامل رح نخلط كما نقولوا احنا القيس اللي يكفيني اللهنة اخواتي وش بغيت انا نمد في هذا الوصفة هذي نمد طرق جديدة انت المقارون اللي انا اضفت هذا كالطرف تاع الفرماج نحاول كيف هلحتوى نحلوه باش حتوى يحاول يضوب شوية باش كي ندير المقارون تاخذ كامل كامل القوت تاع الفرماج واللي عندها الفرماج ثاني رابي تزيد تضيف لها فرماج رابي من بعد كي طيب يعني وهي كاكس هنا نضيف لها الفرماج رابي يعني اللي انا شو بغيت نقول على هذا الوصفة هذي بغيت ندير نوع جديد من تاع المقارونة يعني من بعده على المقارونة تاع لذيونداشي والمقارونة تاع المرقة الحمراء يعني كل واحد يحب يبدل من نفس المكونات يبدل ويدير اكلة يعني جديدة خصوص اللي عندها الاطفال وشورط هذا الاطفال يحبوا الحاجة جديدة والحاجة اللي فيها الفرماج ولا فيها شوية الحم ولا تجاج ولا فيونداشي ولا سردين ولا مرقاز نحن نحاولو كل خطرة يعني بالمعجنة نخرجوا الطباق ومن النشاويات نخرجوا الطباق ومن الخضر نخرجوا طباق وهكذا والمرأة تكون في بيتها ديما هي اللي تفكر وهي اللي تخرج حوايج جدد من الأكلة هذو اكلها منا و اكلها منا نحن خرجنا ماكلة جديدة والصيف يحب ديما الماكلة السهلة البسيطة اللي في ساعة نسجيوها مع السخنة هذي محسوب كامل ناكله غير السليت ونضيفو حاجة اخرى كما اليوم قدرنا هذا المقارونة نضيف المقارونة فهذا كالخالات اللي شدوه راكم شوفتوه كيفها تعلق يعني ندال لي صلصة بيضة نخلطوها مليح حتى نتشرب هذيك الصلصة البيضة مليح ونحطوها في الطبسين ونزين بقاء اختياري كان اللي يحبي يحط لها المعدنوس من فوق كان اللي يحبي دلها فرماج كان اللي يحبي يخليها هكا يعني كل واحد كفاه يحبي يزينها وكان حتى اللي يضيف لها شوية زيتون خضر يعني ديما نقول التزيين والتقديم اختياري كل واحدة تبدأ وتحط لولدها الحاجة اللي يحبوها ولي يميلو لها وطبق نتعنا اليوم هاو ساجية كمش تقوله هنا في التبسي هذا بسيط ولذيذ ويحبوه الأطفال تاعنا الكمية اللي بقتلي هذيك المقارونة راح نزيد لها فرماج رابي يعني نديرها في المقلة كما راكم تشوفون ونديرها فرماج رابي فقط يعني كما درت لولا وش هو هذي نزيد لها شوية فرماج رابي ونحطها هذا هو يعني الطبق تاع اليوم التاعي ان شاء الله يكون مفيد ويكون لذيذ لي عجبوا الطبق وعجبوا الفيديو ما ينسى شي بارتاجي مع الأصدقاء نبارتاجي مع الحباب باش نتحصلوا على أكبر عدد من الناس اللي تستفيد من هذه الأكولات الصيفية البسيطة السهلة واللي يحبوها الكبار والصغار هذا هو طبق اليوم كاللي درتها بالفرماج رابي وكاللي ما درتاش بالفرماج نخليها مع طبق التزين ونقول لكم دائما السلام وختام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة